طب دكتور لما الواحد يحس بالأحاسيس دي حضارك بتقول لازم يروح يشوف مختص طبعا الأسعار بيتغالية جدا بتاعة الدكاترة النفسيين والسايكولوجست والحاجات اللي احنا بنسمع عنها كتير اللي بتساعد البني آدم ان هو يمر بالمشاكل اللي عنده او ان هو يعديها ويتخطاها فإيه اللي ممكن يحصل تاني يعني فيه اي حلول تانية طبعا مش كل حد يقدر مش كل حد يقدر وكلنا عندنا مشاكل وكلنا بنزعل وكلنا بنتوتر بس فعلا الأسعار بيتغالية جدا في العيادات ان الواحد يروح يشوفه وماله معاك حق وإذا كان فيه برضو مبادرات بتحصل كتير وفيه بعض الجامعات بتعمل أسعار رمزية وكده بس خلينا نقول برضو طب هل ممكن فيه حاجة تساعدني أو فيه تدريبات معينة ممكن ان انا اعمالها شفتي لما كنا بنتكلم في السمبيساوي والبارسين ايه ازاي خلي بقى البارس سمبيساوي ده يشتغل أكتر آه طبعا فيه تدريبات ويريك نستعرفها واتطبقها بداية مثلا من تمرين التنفس الاسترخاء يعني لما حس ان انا فيه اي استرس أو فيه خلاص انا ضغطي مش مظبوط أو ضربات قلب فيها مشكلة هاعد فورا فيما يريد هشرب مياه طبعا في الوقت ده واعد في مكان هادي وابتدي ااخد تنفس شاهيك وزفير من البطن يعني بحس ان انا النفس طالع من البطن باخده كده بعدات اربعة اتنين اربعة يعني ااخد النفس وانا كده مغمد عناية وصيب جسمي خالص ريلاكس واعد واحد اتنين تلاتة اربعة واكتم النفس سانيتين وارجع اخرجه تاني واحد اتنين تلاتة اربعة عشان كده بنسميها اربعة اتنين اربعة الفكرة هنا في الطاقة والاحساس يعني وانا باخد النفس بحس كده ان انا بعمل عملية كده ايه استنشاك 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 وبتريلاكس كل المشاعر اللي منجوها بقى سواء هي غضب سواء هي حزن استرس كل الكلام ده وانا بكتمها كده وبخرجها كاني بلم كل مشاعر دي بنية الطرد انا بخرجها وبفضي فعلا في الوقت ده بيحصل كده حرفيا بلاقي يعني لو عملنا الموضوع ده تسع مرات وارا بعد كده نهد تسع مرات نعمل عملية اللي انا شرحتها دي تسع مرات ضغط هيتزبط ضربات قلب سريعة ترجع تاني في معدلها الطبيعي هحس ان انا بافصل هي الفكرة هنا ان انا افصل عن المشاعر والشرنقة اللي انا حطيت نفسي فيها يعني كان انا كده محاصر بين افكار سلبية او بين على حسب بقى الموقف ده عمل فيها كذا وده مش عارف حصل ايه والشغل فيه كذا والبيت كذا والماديات كذا فبحس ان انا محاصر فلازم افصل خالص عن الدايرة دي بالتدريب اللي انا بقوله ده تدريب استرخائي وسهل جدا ان احنا نعمله في البيت او في اي مكان طب الدكتور فيه ناس كتير من بتسمع الكلام ده بيقوله يعني انا مشاكل كلها تتحل لما انا هقعد وحتنفس بطريقة اربعة اتنين اربعة لا بس على الاقل احنا عايزين نعرف وده بيعمل ايه يعني هل مثلا انا لو فدرت عامله لمدة شهر هل ده هيساعد بايه وهيساعد ازاي هه ده مشكلة اكيد مش تتحل بس يعني عايزة عارف بيأثر ازاي على المشكلة اللي الواحد حاسس بيها يعني في الوقت ده ببتدي ادخله كمية معانا بشكل منتظم عشان كده احنا قلنا ليها عدد فبيبتدي ان هو يفرغ الشحنات فهي ليها تأثير مهم قوي لان زي ما كنا بنشرح في اول حلقة ان ممكن في الوقت ده يحصل تدهور سريع جدا فانا بوقف ده حالا بس مش معنى كده ان انا بس عملت ده خلاص انا خفيت لا انا بقول دي حاجات احنا بنعملها بتساعد اه في حاجات تانية كتير يعني مثلا زي الميديتيشن او اللي هي تمرين الاسترخاء زي اليوجب او كده صح او انا الغلطانة لا فعلا هي مدرسة من مدرس اليوجب بكل بساطة هي جلسة استرخائية يعني بيبقى بدايتها برضو التنفس بس بنكمل اكتر شوية ان احنا نقعد في مكان هادي نتخيل حاجة positive احس ان انا في الموقف فعلا او جوه الصورة دي فعلا سواء الحاجة دي حصلت او بتحصل او حتى نفسي انها تحصل على فكرة الثقافة دي موجودة عند الناس كتير قوي يعني فيه حتى واحنا النهاردة بنتكلم بخصوص لاعب رياضي فيه لعبين كتير اشهرهم مثلا حتى زي محمد صلاح انا سمعته في اللقاءات كتير جدا بيقول ان انا قبل ما باجي مثلا عندي مطشة او عندي حاجة لازم الاول حتى لمدة خمس دقايق او عشر دقايق قاعد اعمل ميديتيشن بتخيل الصورة الايجابية اللي هتحصل بتخيل نفسي في المطشو ان احنا كسبنا وهكذا فهي نفس الفكرة اللي بنقلها وخصوصا لحد تعبان او حاسس ان هو عنده ستريس فتخيل ان هو بيساعد جسمه لان العقل اللواعي هو بيتبرمج على حسب المشاعر والافكار اللي انا بديها له فانا بحوله من حالة الى حالة اخرى فايه اللي بيحصل جهاز المناعة اللي احنا بيبتدي تاني على الجسم بيبتدي تاني اه ده الضغط بيبتدي تاني ينتظم كل دي حاجات مهمة جدا وممارسات صحية يعني مش ضروري ان انا استنى لما اتعب قوي عشان اعملها انا لو حفزت عليها ان انا اعمل حاجة دي عمتا كل يوم انا قريدي اه مش هتعب وما فيش مانع برضو ان انا استشير حد طبعا ربما في حاجات معانا انا مش واخد بالي منها يعني برضو مش عايزين نهمل هذا الجانب